وإلى الشأن السياسي يستبعد متابعون نجاح البرلمان بعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية قبل عيد الفطر مستندين إلى خيارات مؤجلة منها أربعينية الصدر واستكمال مبادرة صلح للبيت السياسي الشيعي وإمكانية منح الحكومة الاتحادية سقفا زمنيا مفتوحا لحسم الخلافات السياسية بعد أن أعلن رئيس مجلس القضاء فائق زيدان بأن حكومة الطوارئ وحل البرلمان ليست مطروحة على طاولة السياسيين وعلى أساس هذه المشتركات يقول سياسيون أن السياسة الصمت والزعل وخرق قاعدة أو مبدأ تستوري لبضعة أيام أو سابيع أفضل من الذهاب لحرق البلاد أو أي توقعات سلبية ما يستوجب الاتفاق في النهاية على حسم الخلافات التي أسسها عرف سياسي في قائمة المناصب حسب رأي النائب محمد غندور فيما يقول محمد خليل أن هناك محاولة لفك الانسداد السياسي بوفد يضم الكتل الشيعية إلى أقليم كردستان والحنانة خاصة وأن المحكمة الاتحادية لم تضع تاريخا محددا لانتخاب رئيس الجمهورية ترجمة نانسي قنقر